نواصل في ردنا على الطريقة التجانية لأسباب السبب الأول دي أكبر طريقة في العالم كله السبب الثاني ونحن الأيام دي بنعيش هجمة شريسة من الشيوعيين والملاحدة والعلمانيين ضد الإسلام والمسلمين بيصبوا في الدين وبيصبوا في الإسلام في صفحاتهم في الفيسبوك وحساباتهم بتاعت التويتر ويقولوا ألفاظ في سب الإسلام عجيبة جدا وألفاظ بزيئة ونابية وداء وإن كان شر مهض إلا أن فيه خيرا من جوانب أخرى شأن الناس يعرفوا عداوة العلمانيين للدين لما كنا بنتكلم عن الحرية والتغيير وبنتكلم عن الجمهورين وبنتكلم عن الشيوعين وعن البعسين وعن الحركة الشعبية كان بيقول لنا لا لأنه الزلد جايين يصلحوا الدنيا لا في الدنيا السعى ولا في دين ذاته إلا من رحم الله فالخير البحصلين الناس يعرفوا الناس العلمانين دل على حقيقة منهم أعداء الدين وأعداء الإسلام وهذه كلماتهم أسبهم للدين أسبهم للإسلام أسبهم لربنا وللنبي عليه الصلاة والسلام كذا أي مسلم عاقل بيعرف العدو بتاعنا فنحن كلامنا عن الصوفية والتجانية ما بعيد من الكلام في العلمانين والشيوعين ليه لأنه في الغالب لا يوجد علماني أو شيوعي ملحد إلا تلقاه صوفي في النهاية صوفي ما شبتها مولانا بوب ما شبته أول ما خلاش شاف نفسه قال دار يمسكه ما مسك أي حاج بمبر مادو طباش ماشا قال زيارة للولي الكامل قال أزرق طيبة شبهينا وتلاقينا ده مولانا بوب علماني وده بوب صوفي يتلاقوا مع بعض وفرحاني مع بعض ويتونسوا شوف في الغالب في الغالب ما في الشيوعي إلا تلقى في النهاية يا شنو جماعة صوفي ولا في علماني إلا بالنهاية تلقى صوفي أو من بيت صوفي شفت كيف دي خلاصة الموضوع فنحن لما نضرب التصوف نحن بنضرب التصوف وبنضرب العلمانيين والشيوعين من جهة أخرى لأنه التصوف هو أساس البلاوي وأساس العلمانية ذاته وأساس الشيوعية ذاته هو التصوف ده والمناسبة والتصوف أخطر من الشيوعين فليبلغ الشاهد الغيب كيف يا مولانا الكلام ده الشيوعين دي عديل ما دايرين دين كفار واطحين كفار جنو واطحين أما الصوفية بيدعو للكفر الصراح والبواح ويدعو للشرك الأكبر كدعاء غير الله من دعاء الأموات والاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك عند القباب والأضرحة وسف التراب وده كل شرك بالله ولبس الحجبات والتمايم وده شرك بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أحمد في المسند بإسناد جيد قال من علق تميمه يعني حجاب قال بل بس ليه حجاب من علق تميمه فقد أشرك فالصوفية بيدعو للشرك لكن بإسم الإسلام قل لك دي الولاية والشرك بدل ما يقول الشرك قل لك لا 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 دي محبة الصالحين ياخذ بيدعو غير الله وادم عند القب عند الضريح يقول لك لا 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 دي محبة في أولياء الله كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحسنون فيغلف الشرك والكفر بتاعه بإسم الإسلام وده أخطر من الشيوعي الرافض الإسلام وإن كان ذاك أضلة الشيوعي أن الشيخ بن عثمين فرق في شدة الضلال ودركات الضلال بين من ينكر الإله وبين من يثبت الإله ولكن يشرك معه غيره قال الأكفر بين الاثنين في الاثنين الأكفر الذي ينكر الإله ده أكفر من اللي يثبت الإله ويشرك معه غيره مع إنه اللي اثنين كفر اللي اثنين شنو؟ كفر أكبر واللاثنين شرك أكبر لكن الأكفر داك لكن نحن ما بنتكلم عن الأكفر نحن بنتكلم عن الأخطر عن الأخطر الصوفية أخطر من الشيوعين ليه؟ لأن الصوفية ديل بيوجع الناس في الكفر باسم الدين باسم الإسلام شفت كيف؟ وديل أخطر عشان كده ربنا لما نتكلم عن الناس اللي بيوجع الناس في الكفر بإظهار الإسلام وباسم الإسلام ربنا بيّن إنه ديل أخطر حيث تناولهم في طاشر آية في بداية البقرة وهم المنافقون ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تبسدوا في الأرض طاشر آية أما لما نتكلم عن الكفار الماء أظهر إسلام ولا أبطنوا إسلام كفار سر وطحين اتكلم عنهم في آيتين بس قبل ذي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم انتهى آيتين لكن اتكلم عن الناس اللي بغش الناس بإسم الدين وبيصر الإسلام الدين وبيبطن الكفر وهم المنافقون في الطاشر آية لأن النفاق أخطر فأنا بقول التصوف أخطر والله أخطر والآن ممكن تغنع المجتمع إنه الشيوعين كعبين مجتمع السوداني دا لكن من الصعوبة بمكان من الصعوبة بمكان إنك تغنع المجتمع بتاعنا دا إن الصوفية ضالين بلد دين الرسمي في البلد في نظر المجتمع بتاعنا هم الصوفية هو التصوف القنوات الفضائية ما فعل حين إلا يجب التصوف متحى لأولاد حاج الماعي كل شركوا كفر بالله متحى لأولاد البرعي الأوائل كلهم صيّن في رمات شرك بالله كل المتحى من البداية للنهاية دعوة إلى الكفر ودعوة إلى دين أخطر من دين أبي لهب وأبي جهل يستغيث بغير الله ويدعو غير الله في الرغاوة الشدة بينما أبو جهل وأبو لهب والكفار الأوائل الكاتل والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا في حالة الشدة ما بدعوا إلا الله قال تعالى وإذا مسكم الضر دعنا المشركين الآيدي الأوائل ربنا حكى عنهم قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعونا إلا إياه عكر ما قال كان المشركون الأوائل يحمل كل واحد منهم صنما صغيرا إذا أراد أن يركب البحر للسفر كل زلبي شيء صنم من البيت مش ينركب السفينة صنم صغير قال فإذا تلاعبت بهم الأمواج في السفينة ألقوا الأصنام في البحر وقالوا يا رب يا رب يا رب أشكد ربنا قال عن الكفار الأوائل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر قبيل كانوا في حالة الشدة دعوا الله مخلصين له الدين والآن في حالة الرخاء فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أما حقنا الليلة حقنا الليلة عباد القبب والقبور وشيخ الطرق الليلة بنادوا غير الله في الرخاء وفي الشدة ذاته زي ما قال البرعي البرعي قال إن ناب خطب في حالة المصيبة الخطب في اللغة هو الأمر الجلل والعظيم يشمل المصيبة إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل يعني حتى في حالة الخطوب والشدة والضراء تنادي غير الله إسماعيل تعكر ذفان وتخلى الله والكفار الأوائل ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين والبرعي بتعلاله قال لك في حالة الشدة زي الفلك أل كان شدة إن ناب خطب في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله إسماعيل فالتصوف أخطر نتحدى أي زلب المعلومة دي التصوف أخطر من الشوعين التصوف أخطر من العلمانين التصوف أخطر من البعسين التصوف أخطر من أي ضلال في البلد حتى التصوف أخطر من الشيعة لأن الشيعة ما بسهولة زول عاقل يتابعهم إلا اللهم لشهوة مال أو فرج دار لنكاح مدعا لو زينة في النهاية زينة واضح ما فوجي خلاف أو دار لقروشات قروش من إيران ولا غير بس دا الموضوع كله لكن زول عاقل يتابعهم من أجل دينهم صحيح دا أنا ما لقى نغايته أما الصوفية دي اللي بيخدعوا الناس لأن الشيعة بيسيبوا الصحابة أول ما تمشي يكفر لك السيدة عايشة وبيقولوا القرآن حقنا دا محرف فالزول بيعمل حسابه منهم لأنه ما بيتفقوا معك فأي حاجة أما الصوفية بيقعوك في نفس الشرك بالله ونفس الكفر بالله إذا اعتقدت عقائد صوفية عنه عقائد صوفية تقع في نفس الكفر بالله لكن بإسم الصلاح ومحبة الصالحين والأولياء وآل البيت وأهل السلسلة لما فوقهم حلة فالتصوف دا أكبر أكبر مشكلة بالمناسبة في البلدين وصوفية ما دخلوا لإسلام قبل ما أخش في التجانية المقدمة دي لابد منها ما دخلوا لإسلام الدخل الإسلام صحابي هو عبد الله ابن أبي السرح رضي الله عنه سنة واحد وتلاتين هجرية أما أول صوفي خدت كراه الوسخة في البلد هو تاج الدين البهاري كان شيخ الطريق القادرية جبه دعوى تاجر من أهل الحجاز خش عفنا البلدين سنة تسوح مية تقريبا خمس وتمانين يعني بعد تسوح مية وخمس سنة من دخول الإسلام دخل أول صوفي بعد تسوح مية وخمس سنة من دخول الإسلام دي أول طريقة القادرية بعد ذاك الدجالين ناس مبتارة ديل ناس حميدة وسجم الرماد أول شيخ لهم كان في مصر في زمن عباس بن طوصون الأول اللي هو عباس بن طوصون ابن محمد علي باشا المتوفى سنة 1854 للميلاد عباس ذا كان هناك في مصر مسؤول وحاكم أول ما جالقة صوفية عاملين سحر وبيبيعوا في عروق قامت داهم شلوط طفشوا من مصر ونفاهم إلى السودان ذا أول ورطة لهم بتارة في البلدين عرفته؟ في الزمن ذات 1850 ميلادية شاءتهم جابهم لنا هنا للليلة اللي احنا بنحارب فيهم وبنحل في الورطة الورطة اللي عباس بن طوصون ابن محمد علي باشا المهم دو خلاصة الموضوع التجانية ما زلنا بنتكلم في الفصل الأول في الرد على الطريقة التجانية وهو أوراد الطريقة التجانية من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني الكتاب دا كتبه الشيخ علي حرازم وقال أنا الكتاب دا أملأ علي إملاءا أحمد التجاني وحمد التجاني أصلا بدى دعوة في المغرب في فاس لكن أصله جزائري فقال أملأ علي الكتاب دا من كلامه وأنا بكتب هو بمن لي وأنا بكتب دا الكتاب دا الكتاب دا عقيدة دا أول كتاب وأعظم كتاب للتجانية في العالم كله أهو دا الكتاب دا هذا الكتاب اشترينا زي ما قلنا في الدارة السودانية للكتب من الدارة السودانية ودي الفاتورة تفت دفعت القروج قال خالص مع الشكر دا 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 الحاصل طيب والكتاب دا التجانية عندهم فيه عقيدة أعظم من عقيدة في القرآن الكريم حيث قالوا لا يوجد هذا الكتاب في بيت من بيوت المسلمين إلا حلت عليهم البركات وأمنوا من جميع الآفات بل قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن أو كتب هذا الكتاب في رواية بقوله علي حرازي من فم أحمد التجاني في رواية بقوله الرسول ذاته الكتب الكتاب دا لأحمد التجاني وألفوا بذلك بيتا من الشعر قالوا وقال المصطفى هذا كتابي كتبت ذا للأحباب هذا كتابي كتبت ذا للأحباب أو دا الكتاب دا قالوا وإذا دخل بيت هذا الكتاب إذا دخل بيت فهم آمنون من جميع الشرور الكتاب دا طيب نواصل فيه الزكر بتاع الطريقة التجانية وزمن ضيق لكن نقرى ما تيسر في الصفحة خمسة وخمسين الفصل الثاني في فضل ورده ورد أحمد التجاني إذا شلت ورد التجاني عندك فضل عظيم والتجاني ذاته عنده فضل أنه عنده الوردة وما أعده الله لتاليه وصفة المريد وحاله وما يقطع عن أستاذه قال فأقول وبالله التوفيق وبه الإعانة وهو الهادي إلى سواء الطريق قال رضي الله عنه أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما الرسول ما بيجي لزولي يقظة أبدا في النوم ممكن تشوفه بشروط المعروفة الشرعية لكن يجيك يقظة دمافدة كضب كضب طيب قال لي أنت من الآمنين قال الرسول قال لي أحمد التجاني شنو أنت من الآمنين وكل من رأاك من الآمنين مش أحمد التجاني برو آمن من عذاب الله يعني بدخل الجنة أل بيشوف أحمد التجاني ذاته من الآمنين طيب أبو لهب شاف الرسول ولا ما شاف صلى الله عليه وسلم وين مش وين هل هو آمن من النار ربنا قال تبت يد أبي لهب والتب ما أغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب فأحمد التجاني بزعمي هذا يفضل نفسه على رسول الله لأنه في ناس شاف الرسول وما شو النار أبو جهل شاف الرسول ولا ما شاف وين في جهنم ما التجاني قال بيشوفني أنا ده من الآمنين طوال بس تشوف يخل نبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري دخل على عمه أبي طالب فقال يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فكان آخر ما قال هو يعني أبا طالب على ملة عبد المطلب وداخل النار زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال إن أهول أهل النار عذابا أبو طالب موضوع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمكم زي القدرة بتاعت البليلة لما تخدتها في النار لكن ديك نار جهنم قال وما يرى أن أحدا أشد عذابا منه شاف الرسول ولا ما شاف شاف والنبي جدعاو دعاو يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله طيب تقول ليه شبه أحمد التجاني قال إن مات على الإيمان وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب أي زول بأكل أحمد التجاني نانيا ده بخش الجنة قال من غير حساب ولا ولا عذاب وهو طبعا كذب ما يحتاج لك ترد ثم قال رضي الله عنه فلما رأيت ما صدر لي منه من المحبة صلى الله عليه وسلم وصرح لي بها تذكرت الأحباب الدرويش يعني والدرويشات الأحياء والأموات قال تذكرت الأحباب ومن وصلني إحسانهم على كلوني أني طبعا جنهم مني أني جمع دين ومن تعلق بي بخدمة وأنا أسمع أكثرهم يقولون لي نحاسبك بين يدي الله إن دخلنا النار وأنت ترى يحمد التجاني أها قال فأقول لهم لا أقدر لكم على شيء فلما رأينا منه صلى الله عليه وسلم هذه المحبة سألته لكل من أحبني ولم يعادني بعدها طبعا لم يعادني دي النعنة ولم يعادني بعدها ولكل من أحسن إلي بشيء من مثقال ذرة فأكثر ولم يعادني بعدها وأكدت ذلك من أطعمني طعامه قال رضي الله عنه كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب يا مع الكلام درائكم في أشياء يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وفي صحيح البخاري حديث أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها قالت لما جاء المهاجرون المدينة طار اقتسم الأنصار أسهم المهاجرين يعني اقترعوا كل زول يأخذ معهم منه لبيته قالت فطار لنا عثمان بن وزعون رضي الله عنه قالت فسكناه فمرض فمرضناه يعني إلى أن مات فغسلناه وكفناه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقلت رحمة الله عليك أبا السايب ده عثمان بن وزعون دي كونية رحمة الله عليك أبا السايب شهادتي عليك أن الله قد أكرمك وده صحابي وده صحابي بتشهد ده صحابي فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله قد أكرمه أما أخي عثمان فقد جاءه اليقين يعني الموت وأما وأنا وأنا رسول الله وأما وأنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي الرسول قال ما أدري ما يفعل بي فقالت أم العلاء فلا أزكي أحدا بعده أبدا يجي المجرم ده يقول لنا من الآمنين والبي يشوفني من الآمنين والبي أكلني أن يمن الآمنين وبعد شوية لقيت الرسول لقيت ويه انت صحابي قال بعد شوية لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم يغزة لا مناما وقلت جماعة المعيد برضو وقال كلهم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب أشان كده في فقهة تجانية وكذلك الطريقة المريدية وهي أكبر الطرق في السنغان في فهمهم إنه خدمة الشيخ بتغني عن أداء الواجبات ما صلي صلوات الخمسة لا صبح لا ظهر لا مغرب لا عشة ولا عصر ولا صم رمضان ولا توتي الزكاة ولا تحج بيت الله الحرام بستخدم الشيخ ده في عقيدتهم كده بالمناسبة أشكد الصوفية نفسهم بيقولوا إنه زيارة الشيخ حيا ولا ميتا في قبة وفي قبره تعدل الحج لبيت الله الحرام والبرعي قال الكلام ده البرعي السوداني بيمدح شيخ المسيق قال زورته حجة ورؤياه عيد زورته حجة تعدل حجة ورؤياه عيد الكلام ده ما ساي الكلام ده لأنه الصوفية دارين يمسحوا دين الإسلام من الوجود والصوفية ده الأصلا كثير منهم جابوهم المستعمرين البريطانين طريقة تجانية والطريقة غيره أصلا المكنوا لهم البريطانين وحتى الختمية ديل ذاتهم ليه لأنه لقوهم حسب نظرهم إنه ده أقرب طريقي دمر الإسلام فجابوا شيخ زي ديل زعموا إنه ده الأولية وده الصالحين وده اللحقين وده الأولاد الرسول وده السيدة فاطمة بيقى يقولون الناس لا تصلوا لا تصوموا بس اخدمونه تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب بس ترى لقى أحمد التجاني تجوفوا بس انت من الآمنين ما قال تصلي ولا قال توحي ولا قال تصوم رمضان ولا قال تحج بيت الله الحرام ولا تؤتي الزكاة بس تشوف أحمد التجاني أنت من الآمنين وتدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب وده ما دين الإسلام الدين والعقيدة البدعوليها التجانية وجميع الترد الصوفية قادرية سمانية قتمية ركينية كله ده ما دين الإسلام نحن ما بنقول لأي صوفي كافر لأنه فيهم جهلة لكن أنا بقول بتكلم عن العقيدة أفهم العتدي العقيدة الصوفية والله 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 ما عند علاقة مع العقيدة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربي في السماء إطلاقا إطلاقا لا من قريب لا من بعيد أمسك منها الأذكار ما عند علاقة بالكتاب والسنة أمسك الدعاء ما عند علاقة بالكتاب والسنة بل يناقض الكتاب والسنة جملة وتبصيلة ربنا يقول في الكتاب وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والبرع يقول في كربك عنده الشيخ ما الله بدغيسك جنده ومحمد عثمان المرغني يقول وإن كنت في هم وغم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالعقيدة الصوفية ما عند أي علاقة بالدين إطلاقا إطلاقا أفهموا الحتة دي أناس وده منهج وعقيدة فاسدة جاءت لتدمير الإسلام شاكده وجب كشفهم بالوسائق والمراجع عرفت كلامي وده كتبهم نحن بنتحب نشتريها عشان نبين للناس ضلال هؤلاء وكلام كتير لكن المغرب جاء نجي نواصل فيه من المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى حيتكلم بعد ذلك عن أمور غريبة جدا جزاكم الله خير بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر